موسيقى موسيقى أصبح من الملايين من المدارس أو من الآلاف من المدارس والثانويات تخرج ثانويا آلاف الطلبة وآلاف المشهدين إن لهم شهادات ونتساءل لماذا يغيب لدينا مشروع ثقافي في أربعمائة مليون نسمة السؤال خطير وخطير جدا لأن في رأيي بأن الثقافة اليوم حينما نطل عليها هكذا من خلال تمظهراتها سواء في شمال إفريقيا أو في الشرق الأوسط سنجد بأنها أصبحت عبارة عن احتفالات ثقافية وليس التأملات ثقافية كرنفالات ثقافية وليست قراءات ثقافية عميقة من خلال معارض الكتب من خلال الجوائز من خلال بعض المؤسسات من خلال برامج تلفزيونية المهتمة بالثقافة إلى غير ذلك وأمام هذا المشهد البئيس لأسحة التعبير يبدو أن المثقف اختفى المثقف العضوي المثقف الفاعل المثقف الذي ينتج ثقافة قارئة عاقلة معقلة اختفى أو تراجع لإحتل منصبه ومكانته ما يسمى الآن المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي للتيك توك أصبحوا هم الأكثر حضوراً والأكثر أكثر شعبية للاسح التعبير واختفى المثقف قبل سبعين سنة وثمانين سنة كان طاحسين هو الموجود كان الشعراء في وقتهم هم الذين يشكلون الانتباه المجتمعي والنموذج الذي يحتمى إلى صحة التعبير اليوم غابت هذه الرمزية الوجود للمثقف أتساءل لماذا هذا الغياب ولماذا هذا الاختفاء قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونا في قناة أشكاين واتبعوا الجرس بشي بصلكم الجديد في الحين إذا عجبكم المحتوى فارتجوه مع أصدقائكم ولمثلنا الأخبار تليشارجو تطبيق أشكاين من بلاي ستور وأب ستور نعم